نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي احتفالا بمناسبة الذكرى الستين لقمة منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في القاهرة وذلك في عام الف وتسعمائة واربعة وستين بمقر الأمانة العامة للجامعة من جهتي أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث أن الشراكة العربية الأفريقية تعد من أقدم الشراكات التي تؤكد عمق الروابط العربية والأفريقية وشدد أبو الغيث على ضرورة تكاتف كافة الجهود للنهوض بهذه الشراكة نحو أفاق أوسع للاستفادة بكافة الموارد الطبيعية والبشرية الكامنة في المنطقتين العربية والأفريقية تحت عنوان رحلة الستين عاماً في أفريقيا من إنهاء الاستعمار إلى التكامل نظمت الجامعة العربية احتفالية كبرى بمناسبة مرور ستين عاماً على عقد القمة الأفريقية الأولى بالقاهرة عام الف وتسعمائة واربعة وستين كان أبرز ما تناولته الجلسة الافتتاحية للاحتفالية إنجازات أفريقيا منذ القاهرة عام الف وتسعمائة واربعة وستين والطريق إلى الأمام أيضاً تضمنت الفعالية جلسة تحدثت عن اغتنام الفرص والتغلب على التحديات كنموذج جديد للتنمية في أفريقيا إن التعاون العربي الأفريقي المتجزر لطالما أكد على ترابط الشعوب الأربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وإنسانياً وتجارياً على مر التاريخ والذي خلق على إثره تضامن سياسي عميق بين كلا الطرفين فإن منظمتنا العريقة دائماً ما تعمل بشكل متناغم ومتوافق مع الاتحاد الأفريقي بهدف بناء شراكة عربية وأفريقية ذات أبعاد وأهداف استراتيجية وعدة لبناء السلام والعمل على حفظهما في دول المنطقتين فالتعاون المؤسسي يعد أمراً حتمياً لخلق مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية في آن واحد الفعليات تناولت أيضاً سبل مواجهة التهديدات التي تواجهها القرى ومعالجاتها والأساليب الجديدة لتعزيز السلام والحفاظ عليه وسبل تحقيق الأمن والتنمية في القرى فضلاً عما ينبغي للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أن يتبنوا من أساليب جديدة في تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية سوف تستمر مصر في جهودها لتحقيق الأولويات الأفريقية من خلال عضوياتها الحالية في مجلس السلم والأمن ومن خلال ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة الإفريقية وتتضمن رؤية مصر أولويات يجب أن تركز عليها القارة الإفريقية لتحقيق أهدافها محلياً وفي مقدمة هذه الأولويات تحقيق السلم والأمن كشرط أساسي لاستمرار مسيرة التنمية وتكتيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063 شخصيات بارزة شاركت في الاحتفالية عربية وأفريقية تحدثوا عن التاريخ والحاضر الآلام والآمال اليوم والمستقبل وسبل التعاون وأوه المشاركة في سبيل أفريقيا أكثر تطوراً وانفتاحاً وازدهاراً